كلما حل عيد الأضحى يعود المغاربة لاستحضار الذكريات المرشبطة بإلغاء احتفالهم بالعيد الكبير بشكل رسمي ثلاث مرات من طرف الملك الراحل الحسن الثاني وذلك لأسباب مختلفة على الرغم من أنها سنة مؤكدة في الشريعة الإسلامية آنذاك انقسم المغاربة إلى صنفين من لم يتقبلوا ذلك واختاروا تحدي قرار الملك من خلال اختيار الليل مبعدا لنحر الأضحية أو من خلال الدبح السري في إحدى المناطق النائية ومن لم يتكبدوا عناء التخفي أو التسطر على الأمر وامتشلوا لقرار الملك الراحل ففي سنة 1997 أعلن الملك الراحل عن إلغاء شعير الدبح وضحية العيد بسبب الجفاف الذي كان يعيش فيه المغرب ومخافة أن يؤدي قلة عرض الأضحي في الأسواق المغربية إلى الزيادة في أسعارها وحرمان عدد من الأسر المغربية ذات الدخل المحدود من شرائه ولم تكن سنة 1999 وحدها التي لم يذبح فيها المغرب أضاحيهم على الرغم أن عيد الأضحى سنة مؤكدة بل كانت الثالثة التي يلغى فيها بقرار ملكي بعد المرة الأولى سنة 1963 حين كان المغرب يعيش أزمة الاقتصادية خانقة في أوج حرب الرمال التي خادها ضد الجزائر والثانية سنة 1981 وكان المغرب يمر بأزمة جفاف خانقة وأطلق خلال الأيام الأخيرة العديد من المغاربة على مواقع التواصل الاجتماعي هاشطاق يطالب بإلغاء عيد الأضحى خلال هذه السنة بالمغرب بسبب قلة رؤوس الأغنام وضعف القدرة الشرائية للعديد من المواطنين التي مست بسبب ارتفاع أسعار جميع المواد الأساسية ترجمة نانسي قنقر